أعوذ بالله من الشيطان الرزيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباطا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر ألترى من فتور ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسرا خاسرا وهو حسير ولقد زينا الزماء الدنيا بمصابيح واجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذابا صغير وللذين كفروا بربهم عذاب جنم وبإس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيء من يتفور تكاث تميز من الغير كلما قلقي فيها فوج سعى لهم خزنتها ألم خزنتها ألم يعتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في طلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قبلكم أم اجهلوا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ضلولا فامشوا في مناكبها وقلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يفسف بكم الأرض فإذاه يتمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يعوا إلى الطير فوقهم صافاتهم ويقبزن ما ينسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جهد لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقا بل لجه في عطب ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه آداء أمن يمشي سبيا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم واجعل لكم السمع والأبصار والأفدد قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرعكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه فتنسيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تبدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ظلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم